من الناس اللي تقلقت جداً في المباراة دي أو مش بس تقلقت في المباراة دي من الناس اللي بترجع تاني للأهل أحمد عبدالياتر أحمد عبدالقادر كان تقفل عليه الباب فترة طويلة جداً ورجع تاني ياخد مكانة أساسية على حساب لعيبة مهمة جداً حتى مباراة بكرة موجود في القائمة وطهر محمد طهر مثلاً كان في وقت من الوقت موجود ما بقاش موجود في القائمة عودة أحمد عبدالقادر مهمة في إيه للنادي الأهل ومهمة أكيد ليه؟ أخطر لايب في ناديل أهلي أخطر لايب في ناديل أهلي أحمد عبدالقادر بعض حسين حسين الشحات بس واحد أحمد عبدالقادر عبدالقادر ده بقى للمدرب عارف اللي هو إيه عايزة يعني عايزة عام أقرصه بس مش عارف إنت عارف العساس ده يعني اللي هو يا أخي أيوة طول الوقت ظلم نفسك وظلمني والله العظيم طول الوقت هو معايشك في الحتة دي يا ابني معانا يا ابني أنت ممكن تقلب لنا كله يعني تغير كله حاجة وقت يروح عامل واحدة تبقى عايزة تروح يعني تخانق معي عارف أنت الحرب دي ولكن في الآخر المدرب يحبها برضه لأنه في الآخر عنده حلول هيحل لي أنا متأكد لو ركز في حتة معينة أو عمل حاجة هيفرق معي فمن نوعية اللعيبة اللي أنت ما أنتواش عارف تمسكه إزاي أو بين النارين كده أنت طول الوقت معدك أنت بقى مدرب تجيب أحمد عبدالقادر ده تقوله إيه لأ أنا بشوف أحمد عبدالقادر ده عايز حاجة نفسية بحتة نفسيا لازم ده يعني أنا أعملتي ده ما أكره في الجونا صراحة أنا عايز منك واحد اتنين تلاتة بتعملش وعايزك في الحاجات اللي هي اللي في الآخر عايزك تتبسط أعمل اللي أنت شايفه ما عنديش مشكلة بس في الحلقة radio تديه التلت ده والتلت ده بتوعي التلت الأخير بتاعك بس على قل يعمل اللي أنا عايزه في التلتين دي اللي هو تلت الدفاع والتلت الهجومي التلت الأخير عايش اللي انت شايفه صح اعمله اه عظيم جدا تفتكر مارسي كولر بيفكر كده يعني بس عب تصور انه لا هو عايز اللعيبة وده مدربين كبير كثير في العالم انا عايزك بتنفس تعليماتي فقط لا تتجاوز فيها اطلاقا ولكن حتة الابداع مهمة جدا للعيب لازم اللعب في الاخر قراره يعني انا طبعا بعمل طرق لعب وبعمل ده بيدخل وده بيخر وده ما كانك فيه هتشتغل فعني كل ده ولكن الحتة الاخيرة ابدع فيها بقى يعني حتتك مش هقولك ترقص ازاي او تطلع لبرا ولا تدخل جو اللي انا قدر اقول ان انا لو وصلت الخط لازم اللعب تحت بلاش بالعرض عشان خلاص اللي جايب وش يبقى افضل هديك التعليمات اللي انا بشوفها صح ولكن الحتة الابداع الاخيرة بتاعتك اي انا ممكن مثلا اقول لك لما توصل لنهاية الخط طلع لبرا ما تحطش بالعرض بس انت لو شفت واحد في مكان مهم جدا وهيب جول ومتأكد اعملها تاني تاني احنا بنلعب كورة بنلعب كورة بنتبسط لو اللعيب مكانش مبسوط في التمرينه وفي الماتش مش هديك حاجة لازم يبقى مبسوط لازم يبقى مستريح لازم يبقى جاي التمرين مبسوط صح لازم يبقى جاي الماتش جاي تبسط فلازم حتة ليه هو صح لابداعه اللي انا عايز اعملها حتى لو غلط يعني في اوقات بيعمل حاجة بيتضايقك تقول له برافو مش مشكلة ولكن عشان دي هتعمل اللي بعدها هيبقى عايز يرديك في حاجة تانية صح فيبدأ الكنية دي لازم تفضل ماشي انا هرديك واحدة انت هترديني كده لان هي مش خنائة لان لو وصلت لخنائة احنا هن كل واحد يبقى في حالة مشكلة